ازاي اغير التفاعل السريع للرد على المحادثات في المسنجر ده موضح لقيتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشو النهاردة كده اقولك ازاي نغير التفاعل السريع للرد على الدردشات المحادثات الرسائل على المسنجر فيريد قبل مبدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو ده ولو اول مرة تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة ويلا بينا على المسنجر برحة خطوات لاو عندك جروب او مجموعة برضو هي الخطوات عندك محادثه هي الخطوات ف يلا بينا بنسبتك كده الدردشة او المجموعة او الجروب يلسى حين ح احمد العلم اي اعداد ان انا اضغط على علامة الاي لي ac obede اضغط على علامة الاي من احتمال ان اه تتفاعل التفاعل السريع هوott long هذا. او زي ما انتم شايفين كده. لو ضغطت على التفاعل السريع بالشكل ده. هنا ببدأ ان انا لو ضغط على رمز التعبيري مسلا بضغط على الرمز كده. زي ما انتم شايفين? بيتغير معي الرمز يعني باجي ارد على اي محادسة او برد كده على اي محادسة بضغط عليها بدل اللايك بعمل رمز التعبيري غير اللايك. في بقى تحديث جديد بقى ممكن تضيف اغاطار ازاي بضغط على علامة الاي الاعلى. وبعدين بختار التفاعل السريع. ومن التفاعل السريع هنا بنزل تحت وهنا الافاتار وببدأ ان انا اضغط عليه وممكن انت تعمل افاتار هنا لايك مسلا هنا قلب هنا استغراب هنا اه دموع هنا ضحك. فممكن انت تضغط على افاتار بالشكل ده كده. يبقى الرد على اي محادسة بالافاتار. بضغط عليها كده. المحادسة دي. انا كل محادسة انت بتعملها رمز اه يعني رمز بترد عليه. تفاعل سريع بترد عليه. فبمجرد ما انا بضغط على الرمز كده زي ما انتم شايفين بدل ما بعمل لايك بضغط على الافاتار بيبقى معايا افاتار بالشكل انتم شايفينه ده اي محادسة انا عاوزاها هرد على الافاتار بضغط عليه وبغير الرمز التفاعل السريع بتاعه بس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته